نتكلم على المستوى طبعاً كيروش وأداءه في هذه المباراة مش هتكلم عن المباراة دي لأن كل الناس اتكلمت بشكل مفصل عن غياب إزاي ما نزلش أحمد رفعت ما زال متمسك بمروان حمدي كراس حربة وجود أحمد محمد شريف كونج شمال وبعدين وينج مين تخبط كبير جداً جداً في أداء كيروش على المستوى الفني في هذه المباراة وتغييره لمجد قفشة ما بين الشوتين عدم الدفع بحمد رفعت في مهند لاشين كان ممكن يشارك في المباراة يعني كلها علامات استفهام كبيرة جداً على كيروش في الأداء الفني وكمان على مستوى المؤتمر الصحف الذي أداء كيروش كمان كان غير مقبول لكثير من الناس واعتراضه الكبيرة على حكم المباراة اللي يمكن هو بيقول حكم أنه حسب ضربة جزاء ولكن هو تراجع فيها ضربة الجزاء مش هي اللي خرجت منتخبنا من التزامه أو من تفوقه لكن بكل أمانة المنتخب التنويسي كان هو الأفضل في هذه المباراة على المستوى التكتيكي على المستوى الفني واحنا كمان ساعدنا أو الإدارة الفنية ساعدته بشكل كبير جداً أنه يفوز بهذه المباراة دي نقطة مهمة جداً والناس كلها تكلمت فيها لكن كان لازم نقول الكلام ده لأن دايماً إحنا مساندين للمنتخب المصري وللجهاز الفني لكن دايماً بقول عايز تنتقد انتقد بشكل إيجابي انتقد بشكل يدفع المنتخب لقدام كروش عنده أخطاء فنية كتيرة جداً على المستوى مش هقول إراية المباراة لكن التغييرات على مستوى التشكيل لغاية دلوقتي فيه ناس كتير جداً مش مستوعبة يعني فكر كروش بيفكر إزاي أو الدماغه بتفكر إزاي لازم اعتقاد الشخصي من مكاسب بقى البطولة دي أنه لازم يكون كروش وقف على أخطاءه بشكل كبير جداً وده اللي ممكن نشوفه في المباراة القادمة أمام المنتخب القطري اللي هتكون كمان مباراة صعبة مباراة مش سهلة منتخب القطري منتخب يعني منتخب جيد جداً بيقدم مستويات جيدة فيها زي البطول جزئية أخرى وهي الجهاز المعاون لكروش يعني المصريين أو الجهاز المعاون من طبعاً الكابتن ديال السيد محمد شوقي بنتكلم على عصام الحضري والناس بتتكلم من الأدوار مش مفهومة أو أدوارهم ملهمش دور بشكل إيجابي عايز أقول لحضراتك ويمكن أنا يمكن في 2019 كنت المساعد أو كنت المدرب العام لأجيري مهمة المساعدين للمدير الفني وخاصة لما يكون مدير فني أجنبي هي لازم تكون موجودة ولازم توصل للمدير الفني واعتقاد الشخصي كل اللي حضراتكم بتفكروا فيه من تغييرات وعناصر لازم تكون موجودة وأكيد المساعدين بيوصلوا الصورة دية لكروش لكن مين صاحب القرار؟ مين اللي هو صاحب القرار الأول وأخير؟ أكيد هو المدير الفني كروش وبالتالي في الملامح كده كان محمد شوي على سبيل المثال كان فيه نقاش مبين ومبين كروش على كلام محمد شوي توجهته للعيبة هو قال له لا ما توجهش وبالتالي كان فيه بعض المشاكل يتحلل بشكل إيجابي بعض الناس بتتكلم أن كابتن دياء السيد بي يعني بيشتكي من كروش ما بيستعينش بيه في فترات كتيرة لكن عايز أقول لحضراتك تانية في اعتقاد الشخصي أن الجهاز الفني أو اللعيبة أو الكابتن دياء ومحمد شوي وكمان معهم الحضري اعتقاد الشخصي أنهما بيوصلوا الصورة لكروش لكن مين صاحب القرار؟ هو طبعا كروش وبالتالي تاني بنقول أن احنا لازم نساند جهازنا الفني للمنتخب انتقد بشكل إيجابي انتقد الأداء انتقد التغييرات انتقد انتقد ولازم الكلام ده يوصل لكروش لازم أنه خلاص الكورة ما بقاش فيها العند ما بقاش فيها بالعكس احنا كنا بنشيد أنه هو بيطلع لنا وجوه جديدة طلع لنا عناصر جديدة لكن هو كمان لازم يعرف أن يعني احنا كجماهير أو الكورة المصرية بنزبر بنزبر لكن لازم يكون في الفترة اللي جاية لازم نكون على مستوى الحدث مستوى الحدث اللي هيبدأ من مباراة قطر هنشوف هل الكروش هيعدل الملعب بلغة الكورة كده يعني عدلة الملعب في وجهة نظري أن محمد شريف يكون راس حربة أن يكون أحمد رفعد ونجي شمال أن احنا نشوف زيد ونجي يمين أن احنا نشوف محمد مجد أفشا بيبدأ المباراة وبينهي المباراة لأنه عنصر مهم جدا نشوف عمر السولية نشوف حمدي فتحي اعتقاد الشخصي من مكاسب البطولة دا هو الشغل الدفاعي للمنتخب المصر أن المنتخب المصر خلال البطولة حتى الأهداف اللي جات فينا اعتقاد الشخصية هي من كور سبتة يعني حتى مباراة الجزائر مباراة تونس كلها كور سبتة مفيش خلال دفاعي بشكل كبير وبالتالي مكسبنا أن احنا الشكل الدفاعي عندنا لا بأس به عندنا مشكلة في الشكل الهجومي عندنا مشكلة في الطلوع بالكرة من الخط الدفاع لخط الوسط لخط الهجوم الرابط مش موجود بشكل كبير عندنا شوية اهتزاز فيه أو حسن توظيف اللعيبة مروان حمدي خد فرصة كبيرة جدا جدا تاني مروان مش عايزين نقصه عليه مروان بيحاول بقدر امكانيات وانه هو يقدي بشكل جيد لكن دي امكانيات توظيف اللعيبة من حيث ان محمد شريف خلاص شفت محمد شريف مرة واثنين وثلاثة مش هو الونج الشمال بتاعك او الونج اللي ميني اللي بيقدي لك خلاص يبقى راس الحربة لازم يكون موجود محمد شريف وكذا احمد رفعت اللي كنت بتنزله فترات مهمة جدا من مباريات حساسة بيجيب لك هدف من افضل واجمل اهداف البطولة ويكون على دكة البودلاء وعدم نزول المباراة المباراة النصف النهائي ده كمان كانت علامة استفهام كبيرة جدا علامة استفهام كبيرة جدا لكن خلينا نتكلم في الملخص لازم نكون استفدنا جدا جدا من هذه البطولة ونطلع باجابيات والسلبيات اللي حصلت لازم في الفترة الجاية نحاولها الاجابيات زي ما بتكلم في عملية الاختيار عملية توظيف اللعيبة عملية الدماغ النشفة الشاية والعند ما بتمشيش في الكرة بشكل كبير كل دي لازم نطلع بيها لان اللي جاي اهم عندنا بطولة افريقيا طبعا بطولة مهمة جدا عندنا كمان المباراة الفاصلة للوصول لكاس العالم وبالتالي الهم هو اللي جاي انتقد انتقد باجاب وقف وراء فرقيتك وراء منتخبك لان اللي جاي هيكون اصعب اشتركوا في القناة